السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وهذا الفيديو يقعكم بخير وبصحة جيدة والمورال طالع وكل شي بخير ان شاء الله كي الصحة كي المورا كما تشوفوا الشيريات بديتها معاكم هنا يا راني في مدي جديدة نهار شباب كالنهار الخميس هالي يوم كي ما قدلك من ايام جميلة رابعية اللي خرجت نرب دورة كنت بغير في حقيقة ندخل مدي جديدة ولكن بطلت لك تشوفوني مين غادي نروح قبل ما نخليكم نشوفوا كما هكا مقططافات ولي ما همشوا يخرجوا وسيختوا وسيختوا للمختاريبات اللي نحييهم بزاف بزاف من هاد الفيديو نقول لهم على بالي بلا متوحشين البلاد متوحشين وهرا عدلت لهم هاد المقتطافات ليهم وخاصة خاصة لويزان سلم عليها بزاف بزاف ونقولها ان غرو بيزو لي كلها فامي وانتمنى شالله تكوني بخير وربي يرفع علينا هاد الوباء وهاد المرض ان شاء الله وقاع المقتربين وقاع لهم بعد على الاهل انتاحهم يجوا وشوفوهم بصحة جيدة كما قلت لكم شيرات هذه مقطة تفدت لهم الحباباتي اللي موشوا خرجوا اللي بعد مشي من الولاية ولا لأي واحدة ما هاش تغير تخرج بقيت ننديلكم هكا جولة خفيفة خفيفة في حقيقة كتبين هو التم في مدي جديدة ولكن بطلت شفت الغاش الشيرات نهار الخميس الغاش متأمنوا شعق لكم بطلت شيرات ساني راح هنا مجدت تعليق غوسيس اللي بيعوا السوال لحتي على البلاستيك المواعين بلاسة معروفة هادوك اللي بيعوا اللي بيعوا ونشوف شاكين ونديكم معايا انا دخلت عندي واحد يبيع سوالح تعل فخار وش نموت على هادوك السوالح تقليدية ونستمرنا لما نقعدوش نشروغة في الحاجة تعل خارج ولا حاجة موضان ولا حتاني سوالح تقليدين تعل بلادنا تاني شجوعهم وتاني كاليتي شابة ونوية شابة وهمة وحطة في الطابلة واليوم تاني الفيديو كما قلت لكم الشيئات متنوعة ولوشا قاعدين خليكم نحط لكم فيه ونحن نضبط التحضيرات عن الناير بعدين وصفة 10 شرشم بتكتشفوها معايا خليكم حتى تكملوا الفيديو موسيقى 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 تقلم موسيقى المترجم للقناة صغيرة تسعيل ارتكال طبق هذا صغيرة تسعيل تسعيل لم أترككم الصوت كما اردت هكذا اردت تصوير معنا طاجين عادة إطلاقنا بأسفل الوصول هذا المصادر اضافة على أدخل الحاجة أليس الآن فرصة مستخدمة أليس الغابة يساعد الداخل المصادر سوف يتجد المصادر تقل المصادر هذه القلة المصادر اضافة الفخار اضافة الوصفة اضافة الوصفة اضافة الوصفة اعطى المستخدم الم Любاني وهي القليل الأخصى حماس كبيرة خسلكها خسلك الى القمح يجد ان يجب ان يجد مليح الغمح يجب ان تجد المليح يجب ان تشلوه و يجب ان تصفيته ملاح و يجب ان تسفقوا يجب ان تصفيته سوف نصفيه ثم نصفيه بعد مصفيته درت لها مانقي محامي ومشي طايب من السبالة تعشوفه تعشوفه درت لها المطابق نقول لكم في هذه النهار الزاوج سوف نبدل سوف نبدل ثلاث يام ونبدل في الماء ساعي باش يطيب لي ويجيني يتفتت ويجيني يبني سوف تشوفوا المتاعه كيف يصفر وبدا ينتفخ لي شوية اكدوا لي على القمح لان هذه الوصفة تحتامد كتريا على القمح وعلى الفول بعد مصفيته ثاني سوف نصفيه في المراحل سوف نصوره وعود نعمره ثاني بالماء سخون ثاني نعمره ونعاود نعمره ونعاود نخليهم ثاني يبعتوا ديك للاوخة اخرى تنجموا تبدله خطره في النهار حشية حشية ونصباح صباح تبدلي المتاعك تحسن الترواج تعاودي هالعمالية لمدة ثلث يم افضل افضل مدة ثلث يم تنهر الرابع تعاودي قمح نصف غرفيات على الحمص نضيف مكونات الناير نضيف بيضاء نضيف المكونات الان حمص نبقى ننجد الفلة أوンタ iv لنستعمل رجل بل فلحة الكمون الكمون ثمًا الكمون في última inst prob ، 這ية عطوات بالفلة والحرور لنضيف الملح أرد تقليل وأرد توقيته يجب أن يراه لقليل حتى نرق بالمطابخ نساء الحصول تقليل بالمطابخ مرق بالمطابخ أمرق والمع بارد نساء الحصول كما رأيكم تشوفون هنا مرقت ونزيد نعمر ثاني وخد اخرى نضير هذا الطبخ ونزيد ثاني بل يقل نعمر الكيكوطن تاعين نعمر المال عوم هداك الفول وصوالح اللي درناهم مليح بالماء لانهم غادي يشدون طياب باش ما نقعدوش نصموطو فيه ونزيدوك الخطرة شوية على المطابخ ما نعودوش نزيدوش من هالخطرة اللوله منزيدوش أنا غادي نزيد الماء قد تقول لكم كيف هاشره داير ولكن غادي نزيد الماء تاني طاوة وخد اخرى ونبلع عليه ونخليهه الى نار قليلة هنا الشيطة تشر شم تاعي وصد تعطي الشرشم لي باش ييكون يطيبو الكوطن يدوب يجوا كم يدفتت وجود كما مبنيل بالسرع ه lil definATOR سلased thr現ت في الطائلة كيف ن انقل LangSpson السر مش الشرشم بتاعنا يقض قليلا قليل قليلا 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 نضيف الملح نضيف الملح نضيف الملح ينبج الملح نضيف الملح ينبج الملح ينبج الملح نضيف الملح نتمنى ان شاء الله تجربوها وترجعوا للخبر والفول تاعي طاب القمح تاعي طاب كما قلت لكم السر من الاسران تاعيه انكم تخلو النار قليلة 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 انا غادي نحط قدامكم زوجة على الطباسة انا نغرف هنا فيهم قدامكم نتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الوصفة نتمنى ان شاء الله حفدتكم وعجبتكم والوصفة على اليوم تشوفوا المرقة كيف جاتني جات ما شاء الله تشوفوا الشكل تاحا ذاك القمح طايب الفول طايب الحمص صحابيانسيو غادي طايب تشوفوا الفول تحبت على الفول كيفاش طابت كيفاش طابت كيفاش طابت زبدة نتمنى ان شاء الله الوصفة على اليوم عجبتكم خلتها اللي في رواحكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة